السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد هيكون عن التسلصال الفوم وده هيكون الجزء الاول في الجزء الاول هنشوف مع بعض نماذج مختلفة هتشجعنا ان احنا ان شاء الله نعمل جزء تاني يكون فيه تفاصيل اكتر هنعمل مع بعض فيه ادوات مختلفة عن الادوات اللي جاية معي وكمان هنشتغل فيه خطوة خطوة بس يلا نشوف معلومات شوية عنه من مميزاته ان الامهات تقدر تعتمد عليه في الانشطة المدرسية وكمان اعمال الديكور المختلفة زي مثلا الشكل ده جبنا ازازة وقطعناها وبدأنا نحط عليها كور مختلفة بمقازات مختلفة من الفوم ممكن نعملها سمايلات ممكن نعملها زي شكل البطة الحلو ده ونستخدمها كمقلمة اما شكل الدبدوب الفراولة ده اخترناه مخصوص عشان صدقت القناة اسيل بتحب الفراولة دبدوب سهل جدا اتمنى يا سيل تعمليه في اقرب وقت وتبعتيني لصورته الخطوات سهلة خالص تابعيها ممكن كمان تبطقوا الفيديو وتعملوا معيه خطوة بخطو السلسل ده متوفر في كل المكاتب وتمن اقتصادي جدا وكمان بيساعد الاطفال على مهارة حلوة فياريت الامات توفروا في بعض ادوات مهمة اسمها الادوات المساعدة للخامة دي زي مثلا مقص الورق الصغير مهم يكون صغير جدا عشان يساعدنا في الاماكن الرئيئة زي الخط الصغير اللي عملناه في فوق الدبدوب كمان هنحتاج يكون معانا لزق هنستخدمه مثلا وحنا بنلزق من جزء الجزء طبعا ده مش واضح في الفيديو بس في خطوات كتير جدا بيحتاج يكون معانا لزق وده هوريهلكو في الشورتز بتاعنا كمان الالم الجل ده مهم في رسم الحاجات البسيطة والنقطة الإضاءة كمان هنحتاج الألوان الإكريلك في بعض حاجات هنلاقيها مثلا في رسمة في آخر الفيديو رسمة جميلة جدا هنشوفوه في الآخر استخدموا الألوان الإكريلك بس الدبدوب خلو صغير شكله حلوى قوي في الحلقة دي استعنت بكذا فيديو من على النت طبعا علشان هشرح لكم عليه ونختار في الجزء التاني النموذج اللي هننفذه ممكن نغير في شكله شوي فياريت تكتبولي كومنتات وتقولولي ايه أكتر شكل عجبكم وحابين ننفذه هتلاقوا كل شكل مترقم احنا طبعا شفنا واحد واثنين وحاليا في تلاتة ومعاكم لحد اتناشر ياريت تكتبولي أحلى تلات أرقام مثلا نختار ما بينهم عشان في شكل معين عايزة اغير فيه عايزة اخد رأيكم مثلا شكل البنوتة ده جميل بس احسانه مناسب طفلة شوية أما الشكل ده بعجبني جدا حاسة لو انه عملناه بس على شكل بطوت وده الأدوات الدراسة أدوات فنان هتبقى مختلفة ومميزة وده حلوى لحد بيحب الرسم زي حاولت أضيف النمازج بترتيب من الأسهل للأصعب في حاجات سهل قوي وفي حاجات تناسب حد مستوى قوي شوية في التشكيل فيه نمازج كمان هتناسب بنات وهتناسب أولاد ونمازج هتناسب أطفال تابعوا الفيديو للآخر هتلاقوا حاجات مميزة لو انت مش مشترك في القناة افتكر اشترك وفعل الجرس وصيب لي كومنت يشجعني وتنساش تعمل لايك عشان الحاجات دي بتفرق جدا ان احنا نكمل ونكمل واحنا مبسوطين الأداء اللي مستخدمة في تشكيل ملمس الدبدوب دي أداء جميلة جدا مش موجودة كتير في المكاتب بس ساحل نعملها بالهند ميد قريب هعمل فيديو بيها ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 صليم